المجلس القومي لحقوق الإنسان هل يكون لي دور في هذه الفترة؟ خليه خلينا فرق ما بين حكتين ما بين حضوري كعصام شيحة رئيس للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وبين عضويته في المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حريص منذ اليوم الأول على أنه يتابع ما يتم يوصق ما يتم لكن ليس من سلطاته التدخل في هذا الأمر هو معني بأنه يعني يوصق حالة حقوق الإنسان في مصر يدافع عن حالة حقوق الإنسان في مصر لكن على الجانب الآخر أنت بتتكلم كمان على الضمير الإنسان يعني أعضاء المجلس القوم بحوه الإنسان هم دول بشرة شايفين ما يحدث وبينقلوا ده في كل مقابلاتهم اللي بتتم مع المسؤولين الدوليين عما يحدث في غزة خاصة وأنه ما يحدث بيدرب منظومة حوه الإنسان في مقتل إحنا بنشعر بحرج في كثير من الأحيان في أن إحنا نبرل للناس منظومة حوه الإنسان يعني في لقاء من يومين إحنا قابلنا مفاوض السامي لحوه الإنسان في العالم أكبر شخصية معنية بحوه الإنسان في العالم وكنا مندهشين جدا أنه ظهر متأخرة يعني بانيا ونقلنا له بشكل قوي وبشكل خشن وجهة نظرنا لمنظومة حوه الإنسان أن الناس بتشوف أن إسرائيل بتطلب من المواطنين أصحاب الأرض أن هم يغدروا الأرض ويخرجوا منها هذا بنسميه في القانون الدولي الإنساني أنت بتعمل تهجير قصري بتدفع الناس دفع أن هم يسيبوا مساكنهم فكنا بنضرب مثل بأن إحنا وجه إلينا انتقادات في مصر لما نقلنا أهالينا من الأماكن العشوائية نسكنهم في أماكن صالحة للسكنة ووجهنا في الأمم المتحدة بأن هذا تهجير قصري ومن ما يحدث أمام الرأي العام لكن للإنصاف الأمم المتحدة يعني بتتعامل بشدة شديدة في الوقت الراهد مع الحكومة الإسرائيلية لكن إسرائيل طول عمرها ليس جديد أنها تضرب عرض الحق بالمنظومة الدولية وأنا أتصور أن الأمين العام للأمم المتحدة الحالية سوف يدفع ضريبة قاسية مثل 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 مطر السغالي في إصراره على أنه يدين الانتهكات الإسرائيلية الشديدة والمخالفة لكل الأعراف وكل المواصيك وكل الاتفاة الدولية العاملين في مجال حقوق الإنسان حول العالم وفي المنطقة العربية يشعروا بالخجل لأنه لأول مرة تحصل أمور فوق طائتهم إحنا في كثير من الأحيان نبقى محتاجين نوصق حدث نوصق قضية نوصق أنه مواطن تعرض لتعذيب أو مواطن تعرض لعنف أو لمحاكمة غير عادلة توصقها وتجي فيها شهود وتجي فيها مستندات فما بالك والعالم كله بيشوف وقائع وأنا أملي من خلال برنامجكم أن أنا أبعد رسالة لكل المهتمين بهذا الشأن أنهم يوصقوا هذه الأحداث ويحتفظوا بها عندهم لأنه في الوقت الراهن حتى الفضائيات اللي بيزيها بتمسح حتى الجوجل بيمسح حتى اليوتيوب بيمسح لحاجات ممكن استخدمها في إيه بعدك أنت بتستخدمها بأنك تروح على أقل تقدير المحكمة الجنائية الدولية السلطة الفلسطينية من الدول اللي وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وده معناها أنك تستطيع أنك تخاضي القادة للإسرائيليين إن لم يكن اليوم فربما في المستقبل لأنه جريمة هذه الجرائم لا تسقط بالتقاطب تبقى للقنون الدول فهي جريمة ما تسقطش بالتقاطب ربما تكون موازين القوة في الوقت الرهن لا تسمح بأنه الرأي العام العالمي يضغط على المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العالم يبدأ مشاوراته في القضية لكن ربما في المستقبل الظروف تتغير خاصة أنه سلطة الفلسطينية سبق وراحت المحكمة الجنائية الدولية وفيه تحقيقات ربما ما يحدث الآن يدفع المدعي العام وهو جاء مصر وراح رفح وشاف ما يحدث على الهواء مباشرة يعني فضميره ما يسمحلوش كمان على الأقل في الوقت الرهن أنه ما يحركش الدعاوة بعض المنظمات الدولية بعض المنظمات الحقوقية وصقت ورفعت ورفعت دعاوة عندنا تقريبا 260 محامي من إنجنترا قرروا من تلقاء نفسهم أن هم يعملوا دعوة ويقوموه فاللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر ضروري وأمر مهم لأنك أنت كمان بس بتوسق وبتقول للرأي العام أنك أنت اتخذت السبل والطريق في مواجهة هجمة شارسة أنت عارف كويس قوي أن إسرائيل في ظهرها وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين لكن الرأي العام دلوقتي يعني لن يغفر لهم وإحنا حنشوف حنشوف سواء في الانتخابات الأمريكية أو في الانتخابات الإسرائيلية هيبقى فيه تغير تغير جزري لأنه في النهاية فيه بشر ربما يستشعروا المعاناة الشديدة اللي بيعاني منها أهلنا في الأراضي المحتلة في الإسرائيل ترجمة نانسي قنقر